السلام عليكم ورجعنا لكم فيديو جديد وهذه المرة عندنا الشرح جدا جدا مهم سيتكون هذا الشرح من شقين أو محاضرتين المحاضرة الأولى رح نحكي بها عن كيفية استعادة الملفات من الهارد ديسك والفلاشات اللي تم مسحها أو فرمتتها عن طريق الخطأ والشق الثاني رح يكون كيفية تلف هذه المعلومات ومنع أي شخص من استعادة هذه البيانات في المستقبل يعني عندك بيانات على الهارد ديسك أو الفلاش تريد تكتفها بشكل نهائي وما تقدر أو ما يقدر أي شخص يقوم بعملية استعادة هذه الملفات بالمستقبل شلون رح نقدر نسترجع الملفات من الهاردات اللي مسحت عن طريق الخطأ هيا رح تكون محاضرة اليوم إن شاء الله والمحاضرة الأخرى رح تكون عن كيفية تلف البيانات ومسحها بشكل تام بحيث ما يقدر أي شخص مهما كانت إمكانية أنه يستعيد هاي الملفات بالمستقبل هيا إن شاء الله بالمحاضرة القادمة خلي نبلش على بركة الله بمحاضرة اليوم وهي كيفية استعادة الملفات من الفلاشات ومن الهارد ديسكات بعد مسحها عن طريق الغلط والمحاضرة القادمة إن شاء الله رح يصلك التنبيه بعد ما تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس رح يصلك التنبيه من النزل المحاضرة القادمة واللي هي كيفية تلف البيانات بشكل تام بحيث ما يقدر أي شخص يسترجع هذه الملفات أو البيانات الممسوحة من قبلك فخلي نبلش على بركة الله حتى تكون الفكرة واضحة والشرح دقيق وعملي فرح نتناول تجربة عملية رح نتناول من خلالها هذا الفلاش هذا الفلاش ديسك رح نستعيد منه ملفات رح نأول شيء نخلي بي ملفات ونتلف هاي الملفات ونرجع نستعيدها بشكل كامل إن شاء الله سويا فخليكم تابع حتى النهاية خلي أول شيء نروح على السطح المكتب بهذا الشكل وننزل هاي نافذة تحت هنا عدنا سطح المكتب خلي نجي نربط هاذ الفلاش بالحاسوب بهذا الشكل ربطنا الفلاش على الحاسوب حاليا تحت حدنا الفلاش مثل ما يشوفون وفارغ الفلاش ما بي أي معلومات أو أي داتا هذا الفلاش اللي راح نسوي حق التجارب أول الشغلة راح نيجي نأخذ مجموعة من الصور خليجي نأخذ هاي الحافظة اللي بيها مجموعة من الصور نسوي لها نسخ ونضعها داخل الفلاش بهذا الشكل هنا جئنا مثل ما شوفون عدنا مجموعة من الصور بهذا الشكل دخليناها داخل الفلاش وحاليا خلي نجي نفرمت الفلاش بهذا الشكل ونقل له فورمات ونقل له كويك فورمات ونقل نمسحها بشكل كامل بهذا الشكل المسحة للفلاش مثل ما شفته حاليا خلينا ندخل عليه نشوفه فارغ بهذا الشكل حاليا خلينا نجي نستعيد الملفات اللي تم مسحها سويا نجي على برنامج recover my files والأصدار الخامس اللي أنا أعدمت عليه باسترجاع الملفات فخلينا نفتح الواجهة مع البرنامج طبعا كيفية الحصول على هذا البرنامج عن طريق الانترنت انت وشطرتك رح تبحث عنه إما تنزل من الموقع الأصلي وتشترك بي أو تشتري serial number أو المفتاح الخاص من التنشيط أو تبحث عنه أنت بإمكانياتك الخاصة وتنزلها مكرك هذا الشيء يعود لك أنا لا أشرح لك كيفية الحصول على برنامج مكرك حفاظا على أنهما يأتي أنذار بمخالفة شروط المنتدى الخاصة باليوتيوب فهنا البرنامج عندي منشط مسبقا وحاليا هي النسخة الاحترافية للبروفيشنال مثل ما ترى فتح عندك واجهة البرنامج هذه واجهة البرنامج وهذه فتح عندك القائمة مع بدء البرنامج هنا رح نجي نقول لها عندك خيارين يقول لك recover files وrecover a drive نختار recover a drive ونقول لها next هنا رح يجلس تعرض لك جميع الوحدات الخزنية اللي موجودة على الكمبيوتر الشخصي مالتك أول شيء يرضك اللي هنا مثل ما شوف عندي C اللي هو مكان اللي منصب بها الويندوز وعندي هنا ال D اللي هو ال Partition D أو ال Hard Disk الثاني الخاص بالتخزين اللي حجمه 1 تيرا بايت وهنا الثالث هي عبارة عن توشيبا Transmemory اللي هو الفلاش ديسك اللي مساحنا قبل شوية ومبين من حجمه هنا عندك 30 جيجا دلالة على أنه هذا الفلاش هو 32 جيجا فنحن نريد نستعيد هذا الفلاش فراح نختاره بهذا الشكل إذا أنت كان عندك Partition موجود على الكمبيوتر أيضا تختاره بهذا الشكل أو إذا كان عندك Hard خارجي تم مسحب الغلط تربط على الحاسوب وتختاره عن طريق هذه الخيارات هذه الواجهة هي الخاصة باختيار المكان اللي تريد تسترجع منه البيانات فأنت حسب الشيء اللي ربطت على الحاسوب أو حسب الشيء اللي ضفت على الكمبيوتر مالتك راح تجي تختاره من هاي النافذة فأنا راح أختار الفلاش بهذا الشكل وقول له Next هنا يقول لي شنو نوع طريقة الاسترجاع اللي تريد تسترجع بيها Automatic هنا نقول له Drive Recovery Using Selected File Types يعني نحن نختار نوعية معينة من الملفات نسترجع بيها البيانات لماذا نختار هذا النوع حتى نحن نوجهها على البيانات اللي نحن نحتاجها وما نخلي يقعد يطول بالبحث ويجيب لنا ملفات نحن ما محتاجيها فدائما أحرص على أنك تختار الخيار الثاني وتقول له Next هنا راح يستعرض لك جميع أنواع الملفات اللي ممكن استرجاعها أو ممكن تعامل معها هنا نحن نختار الكاميرا والغرافيكس مثل ما تشوفون هذه الكاميرا وهذه الغرافيكس حد عليهم صح مثل ما تشوف طبعا من اختارنا إذا انتبهت من اختارنا الكاميرا الضمن عدنا هنا مجموعة من الملفات مثل ما تشوف حدد حدد هو توماتيكيا ملفات الداخل لغرافيكس فنحن نحدد لغرافيكس ونحدد الكاميرا هنا راح يستعيد كل ما إلى علاقة بالصور لو كان عندك فيديوهات اللي تسترجعها تأشر الفيديوهات لو كان عندك ملفات دوكمنت او ملفات وورد او بوربوينت او اكزل حدد هذا الخيار ملفات الدوكمنت فنحن كلها راح نجي نرفعها ونخلي فقط الصور لأنه نحن بس نريد نسترجع الصور فكلها راح نلغيها مثل ما تشوفون بهذا الشكل ونخلي فقط الكاميرا والغرافيكس خلي نجي نحددهم بهذا الشكل كاميرا وغرافيكس او خلي نجي نلغي الصح عن الكل بهذا الشكل فس حاليا صفرنا كل الاعدادات وما عدنا اي شيء تم اختياره نجي نحدد بس الكاميرا والغرافيكس حتى لا يطول عندنا عملية البحث وعملية الاسترجاع اي نوع من الملفات تريد تسترجعها تختارها من هاي الواجهة او تريد تحدد بشكل تفصيلي تفتح القائمة بهذا الشكل تختار انواع الملفات اللي مراد البحث عنها فاني رح اختار بشكل عام كل ما هو صورة خلي يتم استرجاعها فاقول لها start بهذا الشكل ستبدي عملية المعالجة هنا مثل ما تشوفون رح يبدي يقرأ الميديا الخاصة بهذا الفلاش ويحللها ويتعرف على الميانات الممسوحة منها فخلي تكون شوية صبور لانه هاي العملية ممكن ان تستغرق وقت طويل حسب حجم البيانات اللي مراد استرجاعها ممكن ان لو كان عندك فيديوهات او كان عندك كمية ضخمة من الصور ممكن ان تستغرق هاي العملية اكثر من عشر ساعات فحجم الهارد ديسك وحجم البيانات اللي موجد على هذا الهارد ديسك او هذا الفلاش هي لتقرر مدى الزمن اللي رح يكون لازم لاسترجاع هذه البيانات فكون صبور اثناء التعامل مع هذا النوع من الاشكالات مثل ما شوفون شباب هنا عملية البحث بدت بهذا الشكل وهنا عزل عندك على صفحة عزل عندك اللوست فايل او الملفات اللي مفقودة مثل ما شوفون بدأ يقرأ الملفات اللي مفقودة خلي ندوس عليها مثل ما شوفون هاي الصورة اللي مسحت بالفرمة وهاي الصورة اخرى يفهم نفس الشيء هاي الصورة اخرى وهاي الصورة اخرى بدأ يستعيد الملفات اللي مسحت قبل شوية مسحناها اني وياكم فرمتنا الفلاش ومسحنا هاي المجموعة من الصور وهو بدأ يتعرف عليها وبدأ يسترجعها بهذا الشكل طبعا راح يكون عندك ايضا ملفات اه ما تحتاجها مثل ما شوفوا هنا بدي يرجع لي ملفات اني ما احتاجها مثل هاي الاعلانات ما ريكوفر ماي فايلز وغيرها فرا خليك خليك صبور وانتظر لحد ما يتخلص عملية البحث في حالة انك اثرت على الملفات اللي تريدها في حالة انك اثرت على الملفات اللي تريدها وتريد تكتفي اه بهذا القدر استمثل ما شوف اني هنا عندي واحد وعشرين ملف تم استرجاعها هاي ملفات الواحد وعشرين اني عندي اه بداخلها كل الملفات اللي مسحتهم قبل شوية فراح اكتفي بهذا الشكل راح اقول له اسكيب يعني اه اجتياز اوقف عملية البحث حتى لا يستغرق عندي وقت طويل ولا يطلع عليكم الفيديو فراح اقول له اسكيب بهذا الشكل اقول له اوكي لانه الملفات اللي اني اريد استرجعها استرجعتها طرع عندي هنا لوست فايل حجمة اه او عدد الملفات اللي بداخلها هم وخمسة وعشرين ملف اجا احددهم بهذا الشكل احد صح عليهم اشوف انه بعد ما حطيت صح حدد كل الملفات عندي بهذا الشكل اهنا نجي نسوي له سايف او سايف از مثل ما اشوف هنا بس مجرد درست على السايف راح اقول له وين تريد تخزن الملفات مالتك فتجي تختار اي بارتشين ولي يكون نرجع نخزنهن بالكمبيوتر فعندي هنا هذا اليد اكلمة او الدي مالتي افوت عليه بهذا الشكل داخل الدي خلينا نروح ننشئ ملف داخل الدي نحطه هناك لكمين ونقول له اه ريكوفر في هذا الشكل هذا ملف الريكوفر هو اللي راح نرجع الملفات عليه فنجي اه نختار الملف نجي على الدي مرة ثانية ونختار ملف الريكوفر هذا الريكوفر مثل ما شوفون شباب اللي خليناه قبل شوية نقول له اوكي هنا مسار الاستعادة راح يكون بالدي وبداخل ملف الريكوفر فنقول له اوكي راح يبدي يخزن الملفات اللي تم استرجاعها بهذا الشكل مثل ما شوفون نقول له اوكي ونستدل البرنامج ما ضل عندنا باي اه 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 حاجة فنروح على الدي نجي على ملف الريكوفر اللي سويناه قبل شوية راح نشوفه بداخلها هنا اي وهنا داخلها ملفات اللي انحذفت او فرمتناها راح نشوفها رجعت عندنا بهذا الشكل كل هالصور اللي مسحت او فرمتناها رجعت بشكل طبيعي ما ضل اي بيها اي شكال فالملفات اللي ما تحتاجها تقدر تستثنيها بهذا الشكل تحددها وتمسحها خلي نصفيها ونخلي بس الملفات اللي نحن نريدها مثل ما شوفون هنا حجم الصور او عدد الصور هم اثنين اربعة ستة ثمانية عشر صور عشر صور اللي تم استرجاعها بعملية الاسترجاع واصلا اني عندي الملف اللي خليته داخل الفلاش قبل الله افرمتها هم عشر ملفات يعني نسبة الاسترجاع طارت عندنا بنسبة مئة بالمئة هذا ما يخص عملية الاسترجاع وكيفية استرجاع البيانات الممسوحة من الفلاش او من الهارد ديسك وهذا كل شيء اللي يخص فيديو اليوم اذا عجبكم الفيديو تنسونا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة سفعي زر الجرس حتى يصلكم كل جديد كانوا وياكم سيف قداوي ونقاعد قداوتك في امان الله